صحيح بتعرف شك هو المسؤول على الاطلاق طبعا تحال فقط أن يحاولون نجمعه ونخرجوا بخلاصة هو واحد اللي مسؤول خاصة سننظر على الكم كان واحد المجموعة دي الأسباب فاليوم المعلومة اللي بغيت نتقاسم مع المستمعين واللي يحتهي اقتراح في هد المشروع دي التعديل أو توصية اللي طلب صاحب الجلالة نصره الله للجنة اللي غيرتشغل لتعديل مدونة الأسرة شوش دي النقاط اللي بغيت نقسارح اليوم هد النقطة الأولى وهنا دي دي تجي الحكومات دي هذه القضية ما مش منطقها ما يمكنش هد النقطة الأولى هي رغم ما يمكنش نستمره يعني في الحياة وما يكونوش مشاكل لهد الأسرة اللي كنعيشه اليوم وبهد الشكل المهود إلى ما رفعناش من الحد الأدنى أنا ما يمكنش اليوم ما كنش إحصائيات ولكن كنت بغي المحاكم تعطينا الإحصائيات كنت تخرج بعدها إحصائيات كنت تشتغل المحاكم على الإحصائيات حيث المحاكمة ما مش تشتغلاش وزارة العدل ستشتغل وهذا اختصاص وزارة العدل اللي ما زالك تدبر المحاكم يعني المؤسسات المحاكم مش القوضات ولكن المحاكم باش تعطينا الإحصائيات دي الأسباب الطلاق ودراسات دقيقة غادي نلقوا بأنه نسبة مئوية كبيرة سببها مادي سببها قلت الشي من اللي كنشوفه اليوم لحد الأدنى هو تلسة لف درهم هذا في النظري في القانون وفي الواقع كيت تعطى الواحد يمكن جوجد مليون دي الناس اللي كنو كياخدوا متأكد أنه بنى أكثر من مليون واشنو تقاش نغامر بإحصائيات ولكن واحد العدد كبير والناس اللي غادي يسمعوني أي عن فرصهم معانيين ننزل الأمن الخاص ننزل البني البناء المعامل دي الناسج النساء دي النظافة المربيات يرا حسب لي هادو شحادة باليوم الناس اللي كيشغلوه في هذا المجال هذا فيت المليون هادو الناس للأغلبية الصاحقة يلوم ما كتشدش تلتلاف درهم لي هو الحد أدنى إذنب تخيل إلا كان هذا واحد فيهم وارب الأسرة يعني إلا كان الراجل هو اللي بوحدوك يخدام والاحتمال الراجل ما خدمش عنده صعوبة ومرته يلي خدامها تخيل واحد في هذا المليون ولا هادو جوجل المليون كيشدو ألفين درهم ولا ألف خمسمية درهم واش هادو غاديم كلهم يعيشو واش هادو لوليد ووليد ولا هادو جوجل يعيشو وحتى لعاشو واش غادي عيشو على الخبز وزيتون والحب ورا ما يمكنش الحب يستمر ما لكتدلي لها ككشنو مع جمال مع جمال سكشدو كلمهدي شو ما يأكلوا الحب نكتور أنا حتى تقولك لا هاو ما بيناتهم الحب وذلك شي والمودة والرحمة را غايت تقهروا را غايت تقهروا معلو وقت را 1500 درهم صعيبة باش الإنساء تطلب أنه يقاد تقول لها المرأة ساحرة را منيديها تعرف كيفية تدير تعرف كيفية تقهد تعرف كيفية تخصصها هذا شي كان زمان منلي كان الرخاء ومنلي كان البركة ومنلي كان تنية حسنة ومنلي كان الأمور تتعاملوا بها في الصدق ما هي اليوم اليوم ما يمكنش 1500 درهم ما يمكنش 1000 درهم تعيش بها وتبقى مستقر وهاني ما يمكنش إذا نعطونا غير إحصائية تقول لنا شحال ما يحد يجد 1000 درهم ومجوج وغالي تشوفوا هذوك الناس هذوك اللي يجدوا 1000 درهم شوفوا شحال فيهم نطلقين طبعا ما سنقول لك شان اللي عندهم الفلوس ما يطلقوش لا ولكن هذا سبب أساسي خصنا نعالجوه باش ننقصو شوية منطلق حيث الهدف ديرنا مش يننهيو طلق طلق راحلال ولكن غير ما يكونش كمش يقولوا بها الطريقة اللي كمش يقول هذو بل هي همجية طريقة غير مقننة نهائيا ايك المجوج طلق باش وصلنا لهاد عدد ديال هذا الموهول ديال الطلاق المقصود من الهرب مطلاق والخوف مطلاق وتدبير الطلاق هو الأسرة والأسرة هي المجتمع أورا ما يمكنش نبديو مجتمع إذا كان الأسرة ديالة مش تستاق إذا ما كنش مجتمع أنا ما كنش بلاد ما كنش أمه ديالنا ما كنش واحد الاتحاد ومبرغم من دليك المغربة دائما كيبقوا سبحان الله ميك أزوك عشي أزمة كيبان دكت تضامون ديال ممكن نساو هذي هذي همو مادي بدي الطلاق ونساو أزمة الغلاء المعيشة ونساو الفساد ونساو الحد الأدنى اليوم باش ماشية دراء دماغوجية ولا شعباوية ولا أراتي خص الإنسان خصني نكون مسؤول على ذاك الإنسان اللي عيش في المقاولة ديالي أرخصه ياخذ على الأقل على الأقل لذاك الحد الأدنى ولو قلتك الحد الأدنى توا مقاتلي وثلاث ثلاث درهم لماذا كنعطيوهش كنديرو الف وخمسمائة وآلفين درهم وكنديروه طرق ملتوية باش نعطيوه ألف وخمسمائة درهم فقط ننصر حبيك يخدم 26 يوم وكوالدك يخدم 16 يوم وكننعطي ألف وخمسمائة درهم وآلفين درهم هو كيخدم 33 يوم في الشهر بزاف الأجر خسنا نعيده فيه النظر حيث أسباب العدد الكبير دي الطلاق سبابه هي ومن غير الطلاق تعاسع البؤس الحزن الأمراض الاكتئاب أمراض النفسية مني جاية باش ملقاش يدروا على الطلاق قدشي كله وراه سبابه واش الراجل كتسب لك غادي كيهضر كيهضر بوحده ولو كتسب لعه وما كيجيوبك جا ما هو شفاء العالم وكيشوفيك ومراش هنا ولو كتشوفهم مجموعين ومرهم مشتسين علاش حيط العقل مشاها مسكين كيتدبز باش غيوكل هادا وشنو غادي ما يمكنش رايلا تجمع عليك العيد والمدراسة والعطلة ورمضان اهدو كنو قرب رامح انا ما فهمش انا الفين درام كيفاش دب احنا انا كوازير مسؤول على واحد القطاع كيفاش كنت خيل ان مواطن يمكن لي يعيش بألف وخمسمائة درام ولا الفين درام وليس نقول انا اللي عليا درس بحكم انا انا ستسل لحد الأدنرة وصلت إلى باز خمسة في المئة واشنو غادي انا ان اراكب شوفوا غير اي واحد انا كنت حداكم شي نهرت لقى شي واحد من الأمن الخاص اللي واقفين في البيان للعيمارات وبندي الشركة وفي بندي المطاعم شوفو هم شوفو حالتهم كيفاش دائرة شوش كيبتع سنفو شوو جو كيفاش داير شو حالتو كيفاش داير حالتو كتدل على الأزمة اللي كيعيش على أقل شيفاش كيعيش إنها دورها كلهم أي تحكم عليكم أي تحكم عليهم بالمرض وبالبؤس وبالحزن وبالطلاق حيث يمكنه شي يعيش وليداته بألفين درهم إنها مدونة الأسرة تعديل مخصوش يبقى غير في المدونة لكن أمور اللي تخصها تحيط بالموضوع اللي هي اقتصادية مالية اجتماعية إنسانية اللي تخصنا نعالجوها إنها دورها النقطة الأولى ولو الحقيقة اليوم اللي بغي يعيش تتتل ثلاث درهم راكا نضحكو حنا لسا نقوله لعماش حسن من اللعماء الله ما تتل ثلاث درهم وديك ثلاث درهم ما ياخدوهاش أما ده بل حد الأدنى خسوكو خمس ثلاث درهم خمس ثلاث درهم عاد يقدر الإنسان ما يمتشي ديه ما يمتشي ديه ويمكن ما يمرش وما يتعقش وما يطلقش وما يدبش وديك ساعد هنا ده خمس ثلاث درهم ديال اليوم ساعد نقول لك المرأة تكون حاذقة تخرج منها هل تعرف كيفاش وكل وليداتها وكيفاش تقريهم وكيفاش تصرف منها وتقول له الشيء تخرج سمية درهم ولكن تقول لي 2500 درهم و1000 درهم ديال لي منها أسرة تعيش بيها مش سحيل إذن باش ملقش نكبو المفرم لها رخصنا تعديل خصو يكون جيدري وخصو يكون واسع الوعاء يكون واسع نشوفه جميع الحيتيات اللي ضايرة بهذا الأسرة خصو نعالجها الحاجة الثانية بركة بركة اليوم نقطة ثانية نخليها نقطة ثانية اللي كتعلق بتأهيل مقابلين على الزواج تأهيل مقبلين على الزواج إن شاء الله معلومة مقبلة ودائما مستهبت مش القابل على الزواج شكرا تأهيل مقبلين على الزواج شكرا ودائما مقبلين على الزواج شكرا تأهيل مقبلين على الزواج شكرا شكرا